إذن في خطاب افتتاح سنة تشريعية أبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس الدينامية إيجابية التي تعرفها مسألة صحراء المغربية والدعم الذي تقدمه العديد من البلدان المؤثرة لمبادرة الحكم الذاتي وفي نفس الوقت دع جلالة الملك إلى المزيد من التعبئة وليقظى لمواصلة تعزيز موقف المملكة مؤكدا على ضرورة مواصلة تعريف بعدلة القضية الوطنية والتصدي لمناورات الخصوم وللمزيد حول هذا الموضوع معنا من مراكش الأستاذ الدكتور محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضيات تحية طيبة لك دكتور محمد نشطاوي مرحبا مرحبا إذن دكتور محمد نشطاوي فالخطاب الملكي أمس كان موجه لي هو خطاب أمة كان موجه لجميع الفئات المعنية بالدفاع عن القضية الأولى لكل المغاربة ما تعليقك؟ شكرا على الاستضافة أهلا الخطاب الملكي تضمن عدد من القضايا المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية فأولا أكد على تغير مصطرة التعامل مع القضية الوطنية وأن الوقت حان لمزيد من الخطوات الاستباقية منوها بالدور الذي قامت به الدبلوماسية المغربية في إدارة هذا الملف وأن المغرب لم يبقى فقط مجرد له دور فقط لرد الفعل بل أكثر من ذلك فلا بد أن تكون هناك سياسة وديبلوماسية هجومية وذلك خصوصا عندما سطر صاحب الجلالة آليات التعامل مع الدول التي لا زالت لم تعترف بمنطقي وواقعي الأشياء في الصحراء المغربية ثم أكد صاحب الجلالة كذلك على التوجه بالشكر لمختلف الدول التي اعترفت بمغربية الصحراء وخص بالذكر فرنسا وكذلك إسبانيا باعتبارهما أكثر دولتين يعلمان حقيقة وواقع المعطيات التاريخية المرتبطة بالنزاع ثم وهذا هو المهم سطر صاحب الجلالة خارطة طريق لمختلف المؤسسات والفاعلين المدنيين سواء من خلال الدبلوماسية البرلمانية أو كذلك من خلال الدبلوماسية الموازية وأكد صاحب الجلالة بأن المعركة مع البوليزاريو لا يجب فقط الاعتماد فيها على الحلفاء المغاربة التقليديين بل لا بد من التواصل مع الرأي العام ومع مختلف الفاعلين المدنيين والسياسيين في هذه الدول وأكيد أن المجتمع المدني المغربي بمزيد من الانخراط وتحمل المسؤولية من خلال العمل على الترويج لقضية وحدتنا الترابية والعمل كذلك على تشجيل نقاط في المناطق التي لا زالت فيها بعض الدول تناوي وحدتنا الترابية ولا بد من العمل على تغيير وجهة نظرها في التعامل والتعاطي مع هذا الميل دكتور محمد نشطوي الملك محمد السادس في خطابه ذكر بدور الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية كما ذكرت في هذا السياق برأيك كيف يمكن تعزيز زخم هذه الدبلوماسية لتكون أكثر فعالية ونجاعة بالفعل فإلى جانب الدبلوماسية المرتبطة بدبلوماسية القمة التي يمارسها صاحب جلالة أو كذلك الدبلوماسية العادية لوزارة الخارجية فهناك كذلك الدبلوماسية حزبية والدبلوماسية البرلمانية وكذلك الدبلوماسية الموازية المرتبطة بالمجتمع المدني لذلك فالخطاب الملكي كان كما قلت عبارة عن خارطة طريق لهذه المؤسسات من أجل أن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضية وطنية خصوصا وقد جاء في الخطاب بدعوة صاحب جلالة لمزيد من الحضر وليقضى تجاه أعداء الوحدة الترابية فيما يتعلق بمناواتهم لقضيتنا العادلة وأظن بأن على الأحزاب السياسية في مختلف المجالات وعلى المجتمع المدني في مختلف المجالات وفي كل الملتقيات العمل بكل الطرق فهناك دبلوماسية متعددة متنوعة هناك الدبلوماسية التقافية هناك الدبلوماسية الإنسانية هناك الدبلوماسية الصحية كذلك هناك الدبلوماسية الرياضية كلها مجالات يجب العمل من خلالها لأن خصوم وحدة ترابية حاولوا استغلال ضعف تواجد المغرب في عدد من المناطق وبدأوا يروجون لطرحاتهم من خلال استمارة إما برلمانات أو مجتمعات المدنية لهذه الدول أو كذلك الأحزاب لذلك فقدت هي دعوة مفتوحة لمختلف المؤسسات والفاعلين السياسيين والحزبيين والمدنيين في المغرب من أجل الانخراط الكل والفعال في هذه القضية حتى يتم الانتهاء من هذه القضية والانكباب على التنمية البشرية وكذلك التنمية الاقتصادية في مختلف ربوع الوطن طيب وأيضا الجانب الاقتصادي كان حاضرا أستاذ محمد نشطاوي كان حاضرا في الخطاب الملكي وأبرز الدينامية الاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية وربما هناك أيضا سيكون خيرات دولي في هذه الدينامية التنموية كيف يمكن أن تؤثر مثل هذه المساهمات الدولية والاعتراف الدولي الوازن في مآل ملف الصحراء المغربية برأيك دكتور محمد نشطاوي أظن بأن منذ اعتلاء صاحب الجلالة لعرش أسلافه الميامين ركز على تثبيت العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول وكذلك مختلف الحلفاء فقط للإشارة الاستثمارات المغربية في القرى الإفريقية فالمغرب هو الثاني أكبر مستثمر إفريقي في القرى وهذه الاستثمارات تشمل مجالات متعددة تكلم صاحب الجلالة عن خط الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب أزيد من 12 دولة ستستفيد من هذا الخط هناك المبادرة الأطلسية بالنسبة لدول الساحل هناك كما قلت عديد الاستثمارات في مجالات معينة في القرى الإفريقية فهي استثمارات اقتصادية لكن كذلك يمكن أن تكون لها عائدات سياسية وكذلك استراتيجية أكيد أن هذه الدبلوماسي الاقتصادية هي مهمة جدا وهي ربما أهم فاعل في تغيير تعاطي عدد من الدول في قضية الصحراء الوطنية أكيد أن انفتاح المغرب ليس فقط على البلدان الفرانكوفونية في غرب إفريقيا بل كذلك البلدان الأنجلوسكسونية وهذا شيء إيجابي حتى وإن كانت تعادي قضية وحدتنا الترابية هناك التعامل مع كينيا ومع إتيوبيا ومع نيجيريا كلها كانت لها مواقف عدائية لكنها بدأت تغيرها شيئا فشيئا أظن بأن ترك المجال للفاعل الاقتصادي لكي يكون له دور في هذه الدبلوماسي هو شيء مهم وشيء إضافي بالنسبة لعدالة قضيتنا الوطنية شكرا جزيلا لك الدكتور محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضيات كنت معنا من مرك وشكرا على كل هذه المعطيات